تهدف هذه الورشة إلى أرض حصيلة شاملة لعنشطة مشروع مكافهة الأنفى الممارس ضد النساء والأطفال التي استمرت لمدة سمانية أشهر حيث أن المشروع جاء بمبادرة من مركز الدراسات والتدريب من عجل التنمية السيفوت ومؤسسة أكرا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي حيث استهلت المناسبة بكلمة الترهيب التي قدمها المدير العام لمركز السيفوت لدوفيل لادو ومن ثم تناول نوصية الحديث كل من ممثلة سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد ومديرة مؤسسة أكرا التي أشارت إلى الإنجازات التي هققها المشروع خلال عام ونصف مجال مكافهة العنفى الممارس ضد المرأة وغير ذلك من الأنشطة ذات السلة بالمساواة بين الجنسين وكذا تعليم الفتيات وحماية الأطفال من جهته المدير العام لاستقلالية وحقوق المرأة بوزارة النو أبسكريو فيتيون الذي مسل وزيرة النو في هذه المناسبة أكد في هديسه بأن أهداف هذا المشروع توافق مع رؤية وتطلؤات الوزارة المتعلقة بمكافهة جميع أشكال العنف مع التركيز على الاتفاقيات والمؤهدات الدولية في تفئيل السياسة الوطنية لترقية وتعزيز النو والمساواة وتكافؤ الفرص وعليه ذكر الهضور بأن الوزارة تقف بجانب الجمئيات المدنية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في تحقيق الرفاهية للمواطنين هذا وقد اختتمت المناسبة بتقديم شهادات تقديرية ومبالغ مالية للتشجيع بأض من المؤسسات التعليمية التي تعمل في احترام حقوق الفتيات والتي ساهمت في إنجاه عمل المشروع في الميدان